اخوان اخوات السلام عليكم انا اليوم بغن نتطرق لواحد الموضوع ديال اللي كيخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج وهو الموضوع ديال التذاكر اللي شغل لبال ديال الجالية المغربية لاسيما في اوروبا ولا في امريكا ولا في جميع انحاء العالم التذاكر عبر الجو يعني ولات مستحيلة بالنسبة للجالية المغربية يعني كما كتعرفو يعني هاتشي هاتشي درعا ما كيخفاش على شي واحد يعني التذاكر ولات جهن نامر اخوان يعني يعني الصفر عبر الجو يعني حاليا راه جهن نامر يعني التذاكر ولات باهظة تمن يعني العائلات ديال ربعة خمسة ديال افراد او لستة او لتل يعني كين عائلات اللي عشرة ديال افراد راه مستحيل غدي يمشيوا يعني في الطيار فبزب ديال العائلات دابام ولات كاتمشي بالطمو بياليال يعني عبر يعني عبر البحر ولكن المشكل حتى ذك التذاكر ديال البطوات راتهما غلاوة الاخوان يعني اش غادي نقولكم تقدرو يعني تقدرو Gonna شوفو هات الشي هادا verse يعني الولادته Bye ضد جعمل لدرجة انه يعني عائلة موم team مكونه بخمسه ديال الفراد راه مينمو ك relemcost تلتالاف تلتالاف وخمسمائة الأورو وكاين بعض الأحيان اللي كتصل تلربع آلاف أورو هذه لك أنت يعني العائلة مكونة بخمسة دي الأفراد أما كاين عائلات كما قلت لكم مكونة بستة سبعة ثمانية دي الأفراد فيعني هذا نداء للحكومة المغربية أنها يعني تجبر شي حل في أقرب وقت لأنه يعني دب الجالية المغربية ما كتقدرش تمشي للبلاد ما كيقدروش الله يحصل لعوان يعني وتخيلوا معيارة بش تخلص ربع آلاف أورو ربع آلاف أورو رباقي ما تخلش للمغرب أولا غيت الآلاف احنا نديروا غيت الآلاف مينموم إلا لقيتها يعني هات الشي إلا لقيت يعني هذيك تفكيره يعني خستك تقطع بكريت الشهور أولا ربع شهور قبل أما إلا يعني قطعت في ذيك المرحلة ديال احنا نقول لهم هنا يا شول فيغين يعني العطلة المدرسية ما قطعتش بكري أرى يعني مستاحي ومتلقاش بعدها أولا أولا ما تلقاش ما كينش يعني خستك تمشي تما البور وتستنى وتصور كي اللي كيبات تما كي اللي هدي يعني واحد اللي معانات كبيرة الإخوان وكانت من هاد الرسالة دي اللي يتوصل الحكومة لسيما المسؤولين على هاد القطاع هذا اللي يعني أنا كانت سائل يعني المغرب الحمد لله عنده أزيد من ستد المليون ديال الجالية المغاربة في الخارج ومعناش أسطول بحري يعني بالنسبة للنقل النقل للمسافرين ما كينش معناش أسطول بحري ديالنا ديال المغرب دايما كان كريو الباخيرات مش يجيبونا المغاربة ديالنا وهذوك الشركات را تاوما رهما يعني رهما كينش تما لله في سبيله را كيقلبوا على الأرباح وكيستغلوا هاد الفورصة ديال العطلة المدرسية وهاد العطلة الصيفية باش يعني يحقوا أرباح كبيرة جدا وهاد شي من حقهم من حقهم ولكن يعني التساؤل علاش حنا يمعناش أسطول بحري ديالنا علاش واش زع ما وعرا لنا وعرا للمغرب ما يديرش أسطول بحري ديالو يعني يكون مخصص لنقل المسافرين يعني المغاربة المقيمين بالخارج يعني هذا تساؤل ما عرفتش المشكل يعني راه كل عام كتزاد كتزاد ثمان كل عام كتزاد ثمان كما قلت لكم راه كتخلص تلتالف تلتالف وخمسمائة الأورو ولربعات المليون راه باقي ما يدخلش للمغرب يعني راه باقي يعني باقي في الباطو كما قلت لهم زيد لها عود ثلتالاف والأربعات الأورو وكاللي كيخسر كتر في المغرب يعني راه يعني هاد العطلة الصيفية ديالك راه كتنقم علي بستة سبعة المليون يعني كان هدرلك يعني أنا يام مينيموم كاللي كيخسر كتر ولكن تستس بعد المليون يعني باش تمشي تشوف العائلة ديالك وتدي الوليدات ديالك يتعرفوا على العائلة ويتعرفوا على البلد ديالهم وتخلق واحد الجو واحد الارطيبات بين المغرب والوليدات هنا اياه يعني راه راه والله ودب الناس أنا كان عارب بزب ديالناس ما كيقدروش يعني كيروحوا مرة في ربع سنين مرة في خمس سنين إنه ما كيقدرش لله يحصل العوان ما كيقدروش كيقولك أنا باش نمشي نخسر هنا يستولس بعد المليون أنا راه خس يعني خسك تكون عندك الخدمة مزيانة هنا يا بعداش خسك تكون كتربح مزيان باش توفر هذي كيستولس بعد المليون وما كينش يعني دي بالمشكل ما كينش غيله عطلة راه كينحويش خورين اللي كيتطلبوا مصاريف يعني العام كامل وانت كتخدم باش توفر باش مشي تقضي 21 يوم اول 15 يوم مره لا يعقل لا يعقل إذن إنسان كيقولك بناقص أخويا ما غاديش أنا يعني هما يعني الجالية المغربية هناك كتبغيت مش للمغرب يعني هاتشي مسألة مفروغ منها ولكن راه ما كتقدرش ما كيقدروش ما كيقدروش ولا على الأقل الحكومة يعني في هاد العطلة الصيفية في هاد عملية مرحبا تدير واحد تخفيض مثلا او الا واحد شي شي لعباها كام يعني تخفف شوية على المهاجرين على الجالية اي واحد شوية غي واحد مثلا او الا 30% او الا 20% لا 25% على الأقل بعدها يعني كتشجيع كما كما يعني كانت هذيك المبادرة الملكية السامية اللي المغربة رحبوا بها وشكروه الملك يعني الله يحفظوه يعني مشكورا على هذيك البادرة على هذك القرار اللي اللي تاخدوا يعني بالتأكيد بتنسيق معا يعني الخوطوط الجوية الملكية ولكن كانت مبادرة حسنة يعني المغربة فرحوا يعني لدرجة انه في الخر ما ما بقوش البلاي صفي كل شي عمر وناش تجعوا ومشاوا المغرب وخافوا في عز كورونا مشاوا يعني ما كانت مشكل فالتساؤل اليوم يعني علاش معناش قسطول بحري للمسافرين دي المغرب دي بحنا غيك نكريو دي بحنا غيك نكريو الباخيرات را غيك نكريو احنا بعد هذيك شركة ايطالية كان شركة بزاف شركة ايطالية شركة اسبانية شركة انشي ثلاثة ولا اربعة دي الشركة ولكن غيهم يعني كنديروا عقود معاهم يجيبونا المسافرين ولكن هما را كيديروا الارباح وكيديروا التمن اللي بغاو هما را كيديروا التمن اللي يخرجهم هما ماش اللي يخرج المغرب اولا اللي يخرج الجالية هم را ما يعقلوش عليك ما يعقلوش عليك التمن تخلص صافي فكنت من هاد الرسالة دي اللي توصل للمسؤولين وياخذوا هاد المسألة هادي يعني بجدية لانه الاخوان را را بزاف دي اللي مغاربة را ما كيقدروش دابا يمشيوا في العطلة الصيفية ما كيقدروش يمشيوا الخيارات الانساني لا كان بوحدو مثلا اولا هو المراد يالو مثلا قدرو نقولوا را كيخلصوا 1000 اورو او لا الف ومئتين يعني يمشي ويجي ولكن اللي عنده وليدات اللي عنده وليدات اللي عنده جوش ثلاثة ربعات استدل استدل وليدات وكل شيء قد خلص كل شيء يخلصه وزيد لها الطموبيل وزيد لها هذه وزيد 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 فكنتمنى هاد الرسالة اللي تصل للمسؤولين لانه احنا رحنا نعانيوا هنا فهد الجانب هادا رح كاين معاناة الاخوان كاين معاناة كبيرة وكنتمنى ان الحكومة المسؤولين يكونوا 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 جرئين ويتخذوا هاد القرار هادا على الاقل بعدها غيجوش دي البطوات هاي يجوش كبداية يجوش دي البطوات يكونوا يعني تكون شاركة مغربية تكون شاركة مغربية مدعامة من طرف الحكومة من طرف الدولة وهكا يعني كتخفوا شوية على الجالية وكتشجعوهم انهم يهودوا البلد دي لهم فالموضوع ديال التذاكر يعني را داير يعني حالة في السوشيال ميديا كل شي كي كل شي كي يعاني كل شي كي يشكي كل شي كي يزقي كل شي يعني كي يقولك يعني ما تقدروش هاد شي هذا بزاف وزا ما صارحة بزاف والله يلي بزاف هل اخوان يعني انت كتبقى تخدم العام كامل باش توفر كما وقت لكم في اللول يكستولس بعد المليون يعني في واحد المداد يال الخمسطاش او العشرين يوم وكترجع خسك تجمع من اللول خسك ذاك الشهر اللي غا تجي فيه تبدو ما تجمع يعني اللي بغا يروح يعني كل عام را مستحيل مستحيل هل اخوان ف كانتمنى هاد الرسالة ديالي توصل وكانتمنى ان يعني المسؤولين على هاد القطاع هادا ياخذوا يعني هاد المسألة يعني واخصة تكون بعد ايرادة خصة تكون واحد ايرادة يعني و يعني والحل كما وقت لكم مراه الحل الوحيد وهو يعني المغربي يدير اسطول دياله اسطول بحري بالنسبة للمسافرين وهكرا تشجعو المغرب لانه إلا المغرب ديال اسطول بحري دياله را كي شجع أولا المغرب باش يجيو تانيا المغرب ما نظنش ما نظنش أنها غذي يدير واحد الأتمينة اللي هي خيالية بحل كي نادب أتمينة خيالية الإخوان أتمينة خيالية يعني كما وقت لكم يعني العائلات يعني اللي مكونين بربعة ولا خمسة ديال أفراد ولا ستة ولا سبحة راهم مستحيل ولا شبه مستحيل خلصهم العام كامل هم يخدموا العام كامل هم يوفروا باش يقدروا يخلصوا هاد التذكيرة هادي فالمهمة الإخوان نتمنى الرسالة اللي توصل والسلام عليكم